عايز اكلم حضراكم عن وقعة في منتهى الاهمية والوقعة دي الحقيقة انا خلتها في صدر الحلقة او في مقدمة الحلقة علشان عشان انا في رأيي انها من اهم الاشياء اذا كنا منتكلم عن التقدم والتنمية وان احنا عايزين نعيش عيشة افضل ونحيا حياة افضل فالاولى ان احنا نحيا الاولى ان احنا نعيش معنى لانا بقوله ان الحياة او الحق في الحياة هو اول الاولويات هو اوجب الواجبات وما فيش حق يتقدم او يسبق حق الانسان في الحياة وخصوصا عندما يكون هذا الانسان طفل ما عرفش يدفع عن نفسه ولما يكون هذا الطفل اهله حطينه في عهدة ناس اللي هي مدرسة يبقى المفروض ان تكون هذه المدرسة امينة قبل على تعليم الطفل وعلى تربية الطفل وحلوط الطفل وجمال الطفل تبقى امينة وحريصة كل الحرص على حياة الطفل انا بكلم حضراتكم عن مدرسة بورسعيد مدرسة بورسعيد الموجودة في القاهرة فيها وقعة في منتهى الاسى منتهى الاسى طفلة توفاها الله في المدرسة تلميذة في المدرسة البنت الله يرحمها ويحسن اليها اسمها نوراي البنت ماتت تعبت وتوفاها الله ودي اعمار وما حدش بيتدخل في اعمار ربنا وما فيش حاجة بتغلى على ربنا ربنا استرد ودعته وهي في مكان افضل كثيرا طبعا ربنا يصبر اهلها على هذا الفراق وعلى هذه المحنة الصعبة جدا مفيش اغلى ولا اصعب من فقدان الضنة ربنا ما يكتب على حد من حضراتكم ابدا المشكلة فين المشكلة ان البنت لما ماتت ونقلت الى المستشفى تم الكشف على ان سبب الوفاة سبب الوفاة الالتهاب السحائي وتنقلت بعد كده المستشفى تاني اعتقد مستشفى امبابة بعد كده امبابة للحميات واكدوا هذا التشخيص واكتبوا واكدوا طبيا ان سبب الوفاة الالتهاب السحائي هتقولولي يا تامر فين المشكلة هقولولك خلاص دي اعمار ربنا تمام المشكلة بقى ان المدرسة لحد دلوقتي رفضة انها تعترف ان سبب الوفاة الالتهاب السحائي وكتبت المدرسة في تقريرها ان سبب الوفاة تسمم دموي غير معدي بصوا حتى الاغراض في الوصف الطبي تسمم دموي غير معدي عشان تخلص نفسها المسئولية وكمان تقول لأولئي الامور التانية ما تخافوش ده البنت اللي ماتت دي ماتت بسبب تسمم دموي وده مش معدي خالص طب اللي عظم المشكلة اكتر ايه ان فيه تلات اربع ولاد في المدرسة مصابين دلوقتي بالالتهاب السحائي وبيعالجوا في المستشفيات وحالتهم في منتهى الخطورة والأطباء لما تواصلنا معهم من النهاردة الظهر المشرفين على حالة الولاد قالوا ان الولاد كلهم مصابين بالالتهاب السحائي وان حالتهم صعبة جدا يا رب ادعو لهم عشان يعيشوا فرجعنا للمدرسة ماذا سألت لك مفيش كلام من ده ده الكلام ده بقاله كم يوم اولئي الامور طبعا اللي عنده ابن في المدرسة جاله هلع وده طبيعي وما قدرش هلومه ببصلة فتواصلوا مع المدرسة يا مدرسة الحقوا ده في عدوى للتهاب السحائي بين انها موجودة في المدرسة المدرسة تقول لهم لا لا بفيش كلام من ده ده كدب دي إشاعات ويه قال لك البنت مات المصممين رغم التقرير الطبي من الاتنين مستشفى مستشفى اللي اتنقلت لها البنت على طول مش فاكل مستشفى ايه مستشفى خاص ثم انتقدت المستشفى امبابا للحميات والاتنين اكدوا ان البنت توفت بسبب الحمى الالتهاب السحائي وتلات اربع عيال في المدرسة دلوقتي في المستشفيات بين الحياة والموت لانهم مصابين بالالتهاب السحائي ومدرسة بورسعيد في حالة انكار طول الوقت لدرجة ان فيه اولاء امور بعتوا للمدرسة ولنظرة المدرسة واصحاب المدرسة قالوا لهم احنا هنبعث على حسابنا لجنة طبية عشان تعقم المدرسة والفصول عشان لو فيه عدوى موجودة في الفصول وفي المدرسة بتاعت التهاب السحائي دي تتشال لان اولادنا ارواحهم مش لعبة المدرسة قالت مفيش الكلام ده ومش حنسمح وايه وعطوله شائعات وما بوزوش سمعة المدرسة وانا سؤالي هنا للمدرسة هي سمعة المدرسة اغلى من ارواح تلاميذ المدرسة ايه العيب يا مدرسة ان انا اخذ الاحتياطات حتى لو انا ما عنديش مشكلة هو حد قال ان انتو اللي حطين الفيروس بتاعة التهاب السحائي ما عادش اتهمكم بكده بس انا متهمكم دلوقتي بالتهاون بالاستهانة في الحفاظ على ارواح الولاد لو فيه شبهة لو فيه درجة شك واحد في المية ان كلام اوليها الامور صح وان فيه فيروس مين فيكو اتذكر ده يتحمل المسئولية ويقول لا لا مفيش مين فيكو يتحمل وفاة واحد تاني من الولاد دلوقتي اللي في المدرسة واللي زود الطين بلا ان فيه جروب على الواتس اوب ما بين اولياء امور المدرسة ونظرة المدرسة او مديرت المدرسة كتبت لهم ايه مديرت المدرسة من النهاردة الظهر بعتت لهم رسالة صوتية على الواتس اوب لا اولياء امور الله يرحم البنت اللي ماتت وبالنسبة للدراسة احنا مش هندي اجازة والدراسة مش هتتعلق في المدرسة بس مش هندي حاجة جديدة الايام اللي جاية وخلاص المنهج اعتبروه خلص فلو عايزين تذكروا من البيت ذكروا وده اسمه ايه ان شاء الله ده اسمه ايه ان شاء الله اشتركوا في القناة